وكان نحب اللخص كامل الحكاية في نجاح الإنسان نقول بأن الإنسان الناجح هو ليس الذي حقق ما أريد به وإنما الإنسان الناجح هو الذي يحقق ما أريد منه يعني بمعنى الله أراد بنا وأراد منا أراد بنا أشياء هي قدر الله أرادها الله بنا وهي عمرك شحال عمرك شحال تعيش الأجل تاعك هذه أرادها الله بك يعني أنت تقول ليش تديرها بيدك تقول ليش تديرها رزقك أراده الله بك المرض الصحة العافية السلامة أشياء كثيرة شكلك كل شيء ما رزقك الله من بنين ومن أزواج كلها هذه أرادها الله بك الله عز وجل قدرها كل ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وكل شيء خلقناه بقدر أعطاها لك ربي عز وجل موزونة ويلي ذلك يأتي الملك ويكتب لك أو يأمرك وأنت في بطن أمك بشقي أو سعيد وبرزقك يعني رزقك أنت وش تاكل وش تلبس وش تعيش وش تشرب من الماء وش تشرب من المشروبات رزقك هذا ويكتب لك أجلك ش حال تعيش هذه الكتابات اللي موجودة فيك اكتبها لك ربي سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام خلق القلم وقال له اكتب ما اكتب قالوا اكتب مقادير الخلائق إلى قيم ساعة مكتوبة خلاص هذي كنت وش ديرتك تسعى فيها وربي مقدر الأشياء في النهاية ولهذا نحن نرتاح نرتاحه من هذا الجانب عدنا نحن نخدمه وروحه نبطشه في الأرض ونخدمه نحبه نوكله لداتنا وكذا وبعده وش الزقمولانا سبحانه وتعالى مرتاحين علىه لأنه أراد بنا وكان هو أراد منا قالنا لازم جيب توكله لاده وش نقوله نتعبه بزاف نتعبه نتعبه بزاف لذلك احنا راحتنا وين عندنا لامورتي سور كيما يقولوا احنا ليبصور بين الصدمات انتعنا ممكن إنسان يدخل في مشروعه يخسر ممكن إنسان يخدمه ما يجيبش ممكن يتمر عليه الأيام ومع دواله هذه كلها احنا راضين بالله سبحانه وتعالى راضين بقسم ربنا عز وجل نحن وقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فربي يرفع بعضنا عن بعض وجعله هذا غني هذا فقير والدنيا هكذا تسير هذه تكسبنا ناحا نعيش مرتاحين لماذا؟ لأنه أرادها الله بنا تتعثر لا يتحقق لك هدف تمرض تصاب بشيء معين تنزل عليك شيء من المصائب أو غير ذلك يعطيك ربي سبحانه وتعالى يفرحك يحزنك يبكيك يضحكك هذه أشياء كلها أرادها الله بك فلما مدام أن الله أرادها بك لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك كثيرا يعني نفسك نفسيا نفسيا الأسباب اتخذها على روحك اتخذ الأسباب إذا مرت روح داوي ميش مشكلة عادي ميش مشكلة ولكن لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك نفسيا لأن الأمر أريد بك من الله مدام أريد بي من الله فهو أحكم الحاكمين وأنا لا ليس لي ظن في الله إلا الحسنى الأمر الثاني أن الله أراد منك التكليف أراد منك أن تعبده ولا تشرك به شيئا أراد منك إقامة الصلاة وإتاء الزكاة وحج بيت الله والأمر بالمعروف أنه عن المنكر وسيام رمضان وأمارك الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تبر الوالدين وأن تحسن إلى الناس وإلى الجار وأن تحسن أخلاقك ومعاملاتك أراد منك الله ذكره وأن تكون من أكثر الناس ذكرا أراد الله منك سبحانه وتعالى أن تقرأ قرآنه وأن تقيم عبوديته ما دمت حين أراد منك بخلاصة أن ترفع الشعار قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين أراد منك أن تكون عبدا له في كل حال في كل الأحوال أن تكون عبدا له هذه أرادها منك بحسب ما تحقق أنت منها فقد نجحت هذه اللي تتحاسب عليها هذه اللي تتحصر عليها ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في كل خير قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز هذه الدنيا هكذا في الدنيا تحب تخدم في الدنيا احرص على حاجة تنفعك شوف حاجة لي تنفعك قال لا تنفعني هذه الحاجة وبعدها وش تدير استعين بالله استعين بالله وبعدها كينا حاجة لا تعجز أخدم فالآن أنت لما تبدأ تخدم قال وإن أصابه شيئ فلا يقولن لو كان كذا لكان كذا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلوا لي وصي فيك وما زلوا يتكلم قال لك أنت خدمت والله يبارك ما شاء الله واخدمت وتوكلت على الله وما تعجزش الله يبكرك كل يوم تجبد قال فإن جت النتائج على غير ما أردته أنت أنت كنت حارسة لم ينفعك وبعد جت النتيجة مشيكي ما كنت حاب إنتها وش قال لك هنا النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقول أن لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فاعل عبكش معلتها قدر الله وما شاء فاعل معلتها أنا خدمت لي لي وربي سبحانه وتعالى أعطاني نتيجة وحدة أخرى أكيد أن ليعطاها ربي خير ولي كنت حاب هنا وتمشي حالك هذه الدنيا هكذا دائرة أما في الأخرى لا في الأخرى في الأمور الآخرة ما قلنش قول وقدر الله وما شاء فاعل ما قلنش كي تنود ترقود أنت ترقود تنود على الحداش ما صليتش الفجر الناس قريب يصلوا الظهر وانت ما صليتش الفجر ولا ضربت ثلاث يام ولا أربع يام ما صليتش ولا ضربت شهر ولا شهرين ما صليتهمش ما تقول يس قل قدر الله وما شاء فاعل مش يحب ربي يكون معلش ما قلنش تقولها هذه ولا يروح يسن يرتكب الفاحشة ويقول قدر الله وما شاء فاعل هذه كانت كاتبة هذه هذه لا نولو جبرية هكذاك تقول لي عقيدتنا عقيدة جبرية الله سبحانه وتعالى جعل لك مشيئة في أمور الآخرة جعل لك مشيئة في أمور الآخرة جعل لك وحدة مشيئة وعندك اختيار وقادر تفعله وقادر ما تفعلش وهذا كله بفضل الله وبيعانة من الله إذن لازم تفهم أن هذه الأمور حلو ش درنا ذوكا باش خسرنا وش درنا قلبنا الأمور في أمور الدنيا كلينا روحتينة لينو نرمون سلموا ونقولوا قدر الله مش يفعل كلينا روحتين عليها وفي أمور الآخرة ونقولوا قدر الله مش يفعل ما كي ما زال ما هدهش ربي يبرك هاو ما مقدر عليها هذك مسكين هذك بلاه ربي يبرك بهذك الشيء هذك وكأنه إنسان ما عقادر يدير حتى حاجة لا أقلب 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 تعيش مليح أقلبها لو شركت دير في الدنيا هذك تتحصر عليها وتندب عليها ديرها في الآخرة قول أنا كيف شراني منش يصلي صبح ما يقدرش واحد يجي يقولك لا لا ما عليش ما عليش قدر الله مش يفعل كي ما كي تصلين صبح في وقته ما يقدرش يقولك هذي كلام ما تقدرش واحدة يجي تقولك أنا قدر الله مش يفعل أنا راني متبرجة ما يبسش الحجاب بتاعي تقدرش تقولك هذك يعني هذي لازم تقول وعلى مانيش ديرها حجاب وعلى ش مانيش روح نصلي لازم تلقاتلهم في نفسك كما تهبط عند واحدة تقوله عليا تقيس ليها عليا تقيسني عليا تقيسني وبعد تقولي يقدر الله مش يفعل شت هذيك اللي تقولها ديرها في العبادات وتع الأخرى اللي رأنا طلقينها داك الله غالب ومكتوبة وكل شي مكتوب وكل شي كذا هذيك لا هذيك ديرها في وين هذيك ديرها في الدنيا قال قدر الله أنا درت لي عليا والحمد لله وربي سبحانه وتعالى قدر الأشياء كما أرادها سبحانه وتعالى وتعيش في راحة هذا هو الأصل هذا هو الحسبان الحقيقي في الحياة هذا الحساب الحقيقي لنمشيه معنا حتى نستطيع أن نستفيد من الآلاء التي تحيط بنا في الحياة الدنيا وأعظم هذه الآلاء التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا هي الشمس والقمر